حدثنا عبد الرحمن حدثنا سفيان عن الأعمش عن عبد الله بن سناء عن ضراري بن الأزور أن النبي صلى الله عليه وسلم مر به وهو يحلوب فقال دع داعي لبني حثنا وكيع وأبو معاوية قال ثناء الأعمش عن يعقوب بن بحير عن ضراري بن الأزور قال بعثني أهلي بلقوح وقال أبو معاوية بلقوح إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأتيته بها فأمرني أن أحلوبها ثم قال دع داعي لبني قال أبو معاوية لا تجهيدنها